الصوم ركن من أركان الإسلام يتخلى فيه المسلمون عن الأكل والشراب والجماع من طلوع الفجر وإلى غروب الشمس ولكنه ركن شاق وخاصة على النفس التي تعودت على الإفراط في الأكل والشراب والنساء فإن علمنا أنه كما فرد علينا فرد على الذين من قبلنا من الأمم هانت مشقته على النفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون هذا هو الهدف من الصيام وليس تعذيب النفس ومر الصوم بثلاث مراحل مختلفة على سبيل التدرك في الحكم ففي مكة المكرمة كان الصوم تطوعا فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم عشوراء تطوعا ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عشوراء صامه وأمر بصيامه وفي العام الثاني الهجري وقبيل غزوة بدر نسخ الحكم بصيام يوم عشوراء وأنزل الله تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصو خير لكم إن كنتم تعلمون أياما معدودات فرض الله عليكم صيامها أياما معدودات معلوم عددها ووصفها ووقتها من العام في أشرف الشهور قدرى في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رحمة بكم فلم يجعله أبدا ولم يجعله في معظم الأوقات ولكننا لسنا جميعا سواء فمنا المريض ومنا المسافر ومنا الشيخ الكبير والمرأة العجوز فما حكم هؤلاء فمن كان منكم مريضا مرضا شديدا فإن صام أخر شفاءه أو زاد عليه المرض فعليه الفطر وجوبا ومن كان منكم مريضا يستطيع السيام ولكن بمشقة وعناء فله أن يفطر فإن برئ من مرضه وشفاه الله فعليه القضاء فعدة من أيام أخر ومن كان على سفر فله أن يفطر فإن عاد إلى وطنه فعليه القضاء فعدة من أيام أخر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر في السفر وصام في السفر وثبت أيضا عن استحابة الكرام أنهم أفطروا في السفر وصاموا في السفر ولم يعب أحدهم على الآخر فعدة من أيام أخر مساوية لها في العدد فإن أفطر أربعة أيام صام أربعة أيام وإن أفطر ستة صام ستة وهكذا ولا يلزم في القضاء أن تكون الأيام متتابعة ولكن يمكن أن تكون متفرقة ولا يجوز للمرأة الحائد والنفساء الصوم وعليهن القضاء كالمريض والمسافر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فبرز الجهلاء وأعداء الإسلام وقالوا تلك رخصة لنا فلن نصوم ولكن سنطعم مسكين فكان لابد لنا من وقفه كان الصوم في بادئ الأمر على التخير وليس على الإلزام فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا عن كل يوم وذلك لأن الصحابة في بادئ الأمر لم يكونوا قد اعتادوا على الصوم وكانوا يصومون بمشقة بالغة فلما ترسخ الصوم في نفوس الصحابة وصار الصوم أحب إليهم من الفطر تغير الحكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقاد فمن شهد منكم الشهر فليصم فتحول حكم الصوم إلى الوجوب والإلزام في حق الأقوياء والأصحاء والمقيمين في أوطانهم ولكن ماذا عن الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى شفاءه ماذا عنهم؟ هل من الرحمة ومن العدل أن يصوم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى شفاءه؟ لا فأمثال هؤلاء لهم أن يفطروا في رمضان ويخرجوا عن كل يوم فدية طعام مسكين قال بذلك سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه وآخرون ولما كبر أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وتجاوز المئة كان يفطروا رمضان ويطعموا ثلاثين مسكيناً الثريد أو اللحم وعلى الذين يطيكونه لازم نفرق بين فعلين الفعل يطيقوا والفعل يطيقوا يطيقوا بضم الياء ويطيقوا بفتح الياء أو علشان إحنا مش علماء في اللغة هنفتح أي معجم ونشوف أصل الفعل يطيقوا وأصل الفعل يطيقوا يطيقوا من الفعل الرباعي أطاقة أما يطيقوا من الفعل الثلاثي طاقة فما الفرق بينهما؟ وأطاقة معناها تحمل وقدر عليه بمشقة بالغة أما طاقة معناها قدر واستطاع والعرب لا تقول يطيقوا إلا للفعل الذي فيه تحمل وشدة وعناء فالعرب لا تقول فلان يطيقوا حمل ريشة أو عشرة دراهم ولكنها تقول فلان يطيقوا حمل قنطارين فاستخدام الفعل يطيقوا في الآية الكريمة صحيح لغويا ومعناها وعلى الذين يطيقونه ويتحملونه بمشقة وعناء وشدة ولا يجزئ أن نخرج الفدية مالا نعطيه للمسكين ولكن يجب أن يكون طعاما فمن تطوع خيرا فزاد في قدر الفدية فهو خير له نعم بكل تأكيد هو خير له وتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار وأن تصوموا خير لكم من الإطعام إن كنتم تعلمون وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصو خير لكم إن كنتم تعلمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر